السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منه ورحمة الله سننظر ان شاء الله بتوفيق النوم سبحانه وتعالى ببعض آيات وردت في السورة الغاثة الآية هو ربنا سبحانه وتعالى دعانا إلى أن ندعوها وفي كل أحوالها فنبدأهم آيات وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الداخلين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبسر إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يذكرون ذلك الله ربكم خارقوا كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيوات الله يجهدون الله الذي جعل لكم الأرض قراراً قراراً والسماء بناءً وصوركم بعصر صوركم ورزقكم من الطيبات ذلك الله ربكم فتبارك الله رب رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مؤمسين له الدين الحمد لله يا رب العالمين قول إني نهيت أن أعبد الذين تدعونا من دون الله لما جأني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين شبت التماسك بين المفاهم التي وررت في إطار الآيات إطار مبعاً ربي دعانا برحمتي وكرمي أن ندعوه والدعاء مخ العباد ودعوه ليستجيب لكم يعني أين الناس اليوم الذين يدعو للإسلام بكور إناك أين لهم للإسلام من تهم أو صنع أين الدعاء الصادق دعاء آنسل تتحرك وقلوب غافلة وعقول فارغة وراح غير طاهرة هذا الواقع للأغلبية الحمد لله ليس عم البلاحة قال ربكم يا نشوت ربك صحتك وما وبعلم وقال يعني القول الحق وقال ربكم كيفاش ذرك هذي حقيقة هذي بركك هذي ليغفل عنها سائر من يدعو للإسلام عبر الأزمع وقال ربكم أدعوني سيد الملادي العباد الصادقين إلى أن يدعونه بحق بيقين تدعو الله أنتم موقنون بالإجابة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ريت وذا ماشي فاصل ادعوني أستجب لكم أن الإنسان يحب يتوف ويعمل دموث ولا يعمل أي شك ولا أي قطيع فهو لا يفقم أبداً وقال ربكم ادعوني أستجب لكم لو كان الناس وقبوا على هذه الحقيقة واتجب قلوبهم بصدق وقلوبهم بواقع إلى هذه الحقيقة لكانت العقبة خير مما هم فيه أين الناس يوم من الشفاء أين الشفاء المعجزة التي ذكرتها كثيراً أين هو واقع إلا أين ذكرنا من الناس ما ذكر المرض من بشع ومن قصوى ومن إضعاف وإذلال حين يستقيم الأنفس وتتوجه الروح إلى ربها يأتي المدد من الله وكأنه لم يكن شيء يعني الطب الكل يجنع يهبط ديوم ولكن بالحقيقة طبيب الصحيح حاضراً طبيب الحقيقي مستجيب وهذا قلت كم المرة حتى إنسان يجب ينقر عبر الزمان أن هناك ملاشفاء معجزة لا كريزة ميراكولوس إنعار وفقه مرد البدن مرد النفس مرد الحياة السوجية مرد العلاقات الإجارية في العلاقات الدولية يخش فيها بمثل أستاذر لكم الميدان من الميدان أبداً الله عام عامة رحمته سلطانه من مبسط على كل خلقه ما سغر منها وما عظم وكل من تحت قضاء الله القضاء الله لسه بجبر كما توقع الناس أو تصور المرضى القضاء والقدر هو عند الله لكن عليك أن تعمل عليك أن تصنع تاريخاً يعني ينفعك وينفع غيرك أين أنتم من تدعوا الإسلام إلى القلة من هذه الحقائق الآن رجع الإسلام إن شاء الله تعالى في العراق وفي الشام وفي مصر وفي تونس رجع إن شاء الله تعالى وويل للظالمين ويل الخائن وطابور الخامس والاستعمار بشقي الشرقي والغربي ويلكم ستكفعون دمنا باقينا إن شاء الله لأنكم لم تتعرفوا حق هذه الآية واستكبرتم وأفسدتم باسم قرشوة باسم الديمقراطية وباسم الحضور الإنسان أين عبق الله؟ من حق الله أن تدعوه من حق الله أن تخشاه من حق الله أن تصدقه من حق الله أن تلتفت إلى رحمته وتأخذ مصيبك منه فأين تنهبون هو الذي كن العالمين؟ لمن شاء منكم أن يستقيم ومن تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم وقال ربكم ادعوني أستجب قوية هذه العبارة أستجب لمن؟ لكم لمن دعا بصدق لا بيسار المتحرك وقلب الميت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أن الذين يرون الكشف عن حقيقة الظالمين أن الذين يستكبرون عن عبادتي من أنتم؟ حتى تتعابوا مع ربي سيد الأسيان تتعابوا مع ربي الكبرياء أنتم أرباب؟ وهذا ليأظنكم بشيطان أنزرع في واعيكم المريض أنكم أرباب لذلك ترفضون قانون الرحمن للرب الحقيقي لذلك تحاربون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقهرتمهم ولكن إلى حين لكن القهر سيأتيكم لا محالة وقتلتم من الأنبياء ما قتلتم وحاولتم قتل سيدنا عيسى عليه السلام كذلك مع قاتل الأنبياء والمسلم عليه الصلاة والسلام نفس الطبيعة فيكم الإجرامية استكبارية مفسدة ظهر بكم قبل أن تضر بغيركم والآن حق عليكم القول من أمريكا ومن أنجليز وفيرنسين وكل من وروس وصين كلكم مجموعين تحت قبلة الرحمن وغرب الرحمن سينزلوا ملا يمحقكم وشتتهم لكم هذا منما وعد بي الرب قل جاء عق وزاق الباطل إن الباطل كان زاوكا وهلموا يا أهل الله من الشرق وغرب وادفعوا عن دينك ودودوا عن حرمته في مع مكانة الفعال فأنتم على شرع الله وأنتم مظلومون وحق عليكم أن تبدأوا عن حبوة الإسلام وبيضته الأبية بيضته السامدة الخالدة والحمد لله وقال ربكم ودعوني يستجب لكم من الذين يستكبرون عن عبادته كذلك المستكبر هو كلاب العرب خلصتان من في الشبر الجزيرة في العرب كلاب وخنازير خنازير وأفاعي كلاب خلصتان من اللحية وامروا واحد مجاب حتى حتى بالإسلام ولا هو أنا مارستكم المكان تسمونا السعودية وهو مكان دنستموه وجعلتم البعر كمانا الطائرة وثالكة للمكان إلا لمن رحي مع ربنا بلا ناس تزيدلوا بغير غير حق كما لمحمد مصطع وغيره ينازل قبائكم الجدال سيقهاركم وضروا ينفسكم وما فعلتكم الشيطان من سمنه ومن بلاد التفكير وتعتبروا رؤكم لا خير الا فيكم انتم ولكن لا شهروا الا فيكم انتم انتم ومن لف لفكم ونسألوا الله أن يقينا العدوى من طرفكم او من اي طرف فاسد وقال ربكم ادعوني يستجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي عبادة ولكم التجم تكون كالعبد اما تكون عزيز بتعتفل رحمانه واحترامك له وتقدر حق قدره ولا تكون دليلا تحت اقدام الشياطين الانس والجن ولا نباري باي مهلك تكون وقال ربكم ادعوني يستجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي الساع قال رب سريع الزمن سريع كالسيف ان لم تقطعوا قطعك يا كلب سيدخلون جهنم داخرين اي ربك لي قرب سيدخلون اعطيني اليوم اشكو موجود في جزير العرب شو جزير العرب لتواضع لله كي جاتكم الدنيا بالحرام و بالذهب الاسود شو محل الاحضارات لك ما اقدرها عندها قطولتها بلا جاتكم الدنيا فاعمدكم واصمدكم واصبحتوا ما لا تعيشوا في الاسراف ولا اعلم عنكم ما لا تعلمون اسرافكم بلد عينان السماء على حساب المحرومين في الارض المحرومين بلا عد ولا حصل وانتظوا فلا تلهموا تلهموا في الدنيا ولا شكر لكم اعيض فقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين اهد الله ساغرين قالوا كرامتي سعودي تتجاه الشقاء اهد نحس ان لم تتقي ربك ولا كويتي قال نحن هيوذ العرب ولا امارات 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 الفسادة امارات العمالة امارات الاستكبار امارات في دفع عموال لتحتل الانفس منة زكية امارات والله لا اماركم ولا امار لكم انتم الملحفون وانتم الملعونون ان لم تنسحوا لربكم وقال ربكم دعوني يستكبرون ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ايضا يا امريكان ما فهمتوش الدرس ما اخويا صدام الان سيلقنكم صدام ومن هو اخ صدام من اهل الرحمن سيلقنكم درسا نهائيا ما لا ترجو الى بيوتكم صاغرين اذن لا مقهورين هذا انتم ما فهمتوش الدرس وهذا دلدانكم هذه طبيعتكم متبهموش اذن صابر له ردة فعل عليفة نحن اهل حق نحن اهل بطولة حقيقية بلا سلعة نقارك بإذن الله لان الله هو اللي سيررمكم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وامري له من كين مكتين افهم هذا قاربى سبحانه وتعالى استقرار بالارض ومكر السيء هكذا انتم اتماماتكم ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء حساباتكم الشيطانية الالكترونية واليسوسية وهو التقنية في كلها ما تجدكم بشيء بسا تضرب وجوهكم القبيعة وقلوبكم النتنة تضربوها ووجعل هذا مدانتنا بحول الله انا عارض القناة ربكم ادعوني يستجب لكم للذين يستقبرون عن حبادتي سيدخنوا جهنم ذاكرين ذاكرين والآن ستحتيكم لما ظلنا في الدنيا قبل الآكة زاربوا مع بلسولون وسنتقرون عقبتكم جميعا اليوم بلسولون شدين العالم الكل لك الى حين اقتل يستقنوا بني في عتب معينة يسقط عليهم عذاب الله وان شاء الله يكون مصيب من العذاب هذا يأتي على ايدنا ان شاء الله والاخوارنا في الفلسطين هم في الطريعة ان شاء الله وان شاء الله لا يقهر ربي امثال هؤلاء المجاهدين الله الذي يجعل لكم من الليلة يتسكنوا فيه اليوم قلبت كل شيء فبركت باش العالم والالايمان في حاجة اليكم بلا في نهم الى منتجاتكم البغيرة المسمومة اللي يجيوقت ويبال احوارها هذا كل مسيحتي ان شاء الله ويربكم الكساب في كل مكان وفي كل ميدان الله الذي يجعل لكم الليلة يتسكنوا فيه والنهار مبصر لما اجعلكم بكرا عندكم كان الظوء الارتفيسيالي الاصطناعي اما الظوء الرحمني الظوء الطبيعي انتم محرمون منه انتم حرمتون المزاكم ومظلمنا ولكن كانوا انفسهم يضرمونه الله الذي جعل لكم الليلة يتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان الله له فضل على الناس تحبوا لا تكرر قلنا نعيش بفضل الله ولكن اكثر الناس ليشكرون هذه حقيقتكم انتم كافرون بنعم امثال السيسي وغيره كلكم كافروا الكلبة لارض الشام لانا يظرف يا سياد يعني نشوى شهداء عند الله نحيا ونكرم والعزة لنا والله العزة وليل رسوله وللمؤمنين ولكن المنافكرين اللي اعلمون وأنتم هل الشيعة المنحربة اتتكم فاص لتكفروا على ذلكم عبر التاريخ واليوم احملتكم لامريكا وصائلها مكشوفة اشكونا لدفع الاسرائيل اللي في عرب الشام مش انتم اشكوني خرب في العراق ضد خوية سردان ومن هو في يده في يده في يد الاسلام مش انتم وستتبعون الثمن الظاهرة والكلب المرشد الروحي في ايران والمرشد الروحي اللي في العراق بلا تقولوا تجيسوا الزيوف تعناس شهد بلا يسلوا بلا تكييفهم على مذاتكم وعلى مقيسكم لكن ستتبعون الثمن فالله لا يفره من عدل الا احد والله قبائه مبرم واحنا صبرنا كثيرا الذين يتبعون الرسول الكريم عليه السلام والتسليم ولا انحراض في الاتباع احنا صبرنا لكن الله يكافئ الصابرين وستكون نهايتكم كاردية لكم لانه انت تتعاملوا مع الهدو لتقهروا انسان انبره وصحبه من انبره من في وجه الاستعمار انتم تآمرتم ولديتم وزال الان الرحاني يدعينا الرحان خالص نوع قالوا اسمه التعامل المملكة الدين وقتاش انهيتم التعامل والتآمر وقتاش انهيتوه اذا ستدفعون ولا استروحاني ولا علاقة لك بالروح الان تكون تكون ناتنا ولا ديدانكم وهذه طبيعتكم وهذه لكم لا اخصد اخواني الشيعة الطاهرة الصادقة الوفية في عهدها مع الله ومع رسول الله عليه السلام وغير حق اهل البيت وكرامة اهل البيت وعز اهل البيت الله الذي جعل لكم الليلة لتسكنوا فيه والنار مبصرا ان الله لدو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون وزد رنجا وزد دزاقرا ولا لا تنقط المحسن اليها والمحسن والله لا يجوز الا المحبة لله لا يغرب الله او الكراني جميل الله الله الذي جعل لكم الليلة تسكنوا فيه والنهار مبصرا ان الله لدو فضل على الناس ولكن اكثر والناس لا يذكرون ذلكم الله ربكم تحبوا لا تذكروا ذلكم الله ربكم خارقوا كل شيء انتو ماذا قالت تدكم كين تخذوا بعروضا منكم ولا اي حجرة كانت تاب الحجرة منها لها اصراء كبيرة بعالمها التنوى وطبع التمجنوجية وطبع التسلوكية والاجتماعية وعلاقتها بالماء مش تواقع ياسر الماء مش بحاجة اليه لانه عند كان باس وعند يقيها من خسارة الماء ومش تابع ياسر طاقة يعني هيكي تاخوا منكم حاجة مصيبة منكم عجزة انتم التودع تخالوا احضروا كبيرة خصتا لم يلكه انسيته من السنة الله في الخلق فماش امه طغطت وجعلت 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 ولم تكن يهاته ان يهاته على حساب اهليه اكرار التاريخ بخصتا القرآن وهو كتابه تاريخا وهو كتاب سبقت كل الكتب في 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 اطار الحرام والاطار الموديرنيتي انتم غافلين عن القرآن وان شاء الله ربما يسألني وبينكم بعد مراهب الطبيعة القرآنية بمخص الثقافة والحرامة ومخص الموديرنيتي وكل خارج عصر ناظر على كل حال ذلكم الله وربكم خارج كل شيء لا اله لو فأنا تقلقون يا ربي خارج كل شيء تحبوا لا تكرروا وقلنا لو يجيكم حاجة بسيطة وان يسطلب الزباب شيئا لا يستركنه منه ضعف الطالب والمطلوب العودة وان يسطلبهم الزباب لا يسطلب مطلوب فاستمعوا له ان الذين يتبعون من دون الله لن يقلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسطلبهم الزباب شيئا لا يستركن منه ضعف الطالب والمطلوب هذه هي صورة تبين المتغدرسين ان نهايتهم ستكون منه في غير عسابة اللي كانوا علي في برمى النص الدائم لا من هي لا جولات ولكن من هي مقتل الله لا ينزلوا احقابه منا محيط ولا مدقل حصوكم ومشتت لسوه بكم ذلكم الله ربكم خالق وكل شيء لا اله الا فان تعفكون فكذا يليكم الشيطان وعندك الرحمن الوعد الطعام تعفكون يعني تبدل وجهتك لا تكون وجهتك استمت وجه لله فاطرة السماوات والعرض دعون الاهل السلامة وهذه طبيعا انتي من اختارك ربي ليها انتي بعثها تكون بعثها لعالم الفناع وعالم اللاشي وعالم لا شيء وعالم انتم بعثتم طبيعتكم وفطرتكم الى ما لا حسب لو عندك ولا كي ما ترى وهذا فهين سقطتم بلا في افك افك على الله كذبتم على الله فاخترتم الذي وقتنا على الذي هو خير الذي هو خير والنصر من وجهنا لله يا رب العالمين والذي هو اكبر كما فعلت من الاسرائيل المنوه السراء طرف الدين الحكم 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 البصل العدس واللوق يا كلاب جزير شبه جزير العرب انتم هذا القبيل وانتم ابناء وعملها الاسرائيليين واغنبهم لا يفقون شيئا من طبيعة خلق الله للكم الله وربكم خالقوا كل شيء لا اله الا هو فأنا فكون كي ماذا تخليوا شيء تاني ينحك عليكم وشبكم شبه حقائكم وهو كذب من صرف قال شبه كما قالت العالم وما قولكم إلا ما أرى لعدة لتتحقق عدكم الشربع قولكم واني بانئوا منكم يا خاطر الله رب العالم كي ما تخافه يا أفاك كي ما تخافه لو كنت خاطر لو كنت خاطر كنت قبل تعمل كلامي بيتسود لأبينا آدم عليه السلام سجولة تحية كان عليك أن تتذكر الخوف أما كنت ركبت القبيح وقلت كيف منا لمخلوق من نار يزل من هو مخلوق من فيه أراك الله سوء ما لا تقديرك هو سوء أدبك وكي ما أكلفك الله أكلفك هذا الموقف الثاسد ما كلفك من لعن وطرد المرحمة الرحمن وأنت يا إسم لذلك سماك الله بالعيان بالله إبليس أي أبلست فلم يبقى لك ولو جزء من بر من الأمل في التومة لأن قريت عن نفسك بشبه علم وليس لك علم بل لك منا مكر لخلق الله من إنس وجن باركم الله ربكم خارقوا كل شيء لا إلا إلا فأن تؤفكون كذلك يؤفكون الذين كانوا لآيات الله يتحدون أنتم تجحتوا لآيات الله بقولوا يستعمل الله تكون شيء آية كل شيء علامة كل شيء معجزة وقمنا حتى الفيزياء أو الكيمياء لا تصمد هماما المعجزة لأن المعجزة هي من طبيعاتها أن تعطل المحتاج قوانين الطبيعية منا تنجدت إلى الخلف ويتقدم أمر الله بالمعجزة معجزة شق البحر الأحمر مخصيط الجبل الذي رباحه ورمه تعديدا لكم كي لا تعودوا كي لا تعودوا كيناتكم الله والشرك به والمعجزة معجزات بدر الكبرى وغيروغيرو والفتح مكة كلهم معجزات لأن القانون اللي ماشي به تاريخ الحروب والفتحات والانهيارات حضارات وعينة وهي القبرات هي كلا لعطل الله لكي تلي في مصر آخر حتى يأتي المصر الله يفرعوا به المؤمنون الذين أمنوا بله حقا وانتبعوا وانتبعوا إلى وجوده وشكروه على نعمه عاود كذلك يؤفك الذين كانوا بآية الله يشعرون وانتبعوا 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 في بطن العرض في الصين في البلحاء في أماكن استعمرتموها بظلم العدوان قرارا الله الذي جاء لكم الأرض قرارا والسماء بنام وانتبعوا السماء ولو يقبعوا بالجوزة وظلط وأنفوزة لتقفر العرب قال ربي إلا بالسلطان ببالك تصل نهاية في الكون أبدا تتعالت بخيال وإن فتخيت ما هنا نهاية حدود الكون الرب إي قالوا وإننا نموسعون إنانت عجزت وكرتفك الله يا دعي أفاك يا مكام الله الذي دعي لكم الأرض كرارا والسماء بناءً وصوركم أحسن صوركم الثاني شكووني أن يوهم لهم بجوليوريست اللي هو معكم مهتمام صحيح لعالم الجنين شكووني يجب يقول منهم هذه الطبقات لو تتغير مصاروها والخلايا يتغير نمط فاكاتوريا وهلما شكووني يقول إن هوليش مرقوبة عظيم ما يجب أن يتخيلوا حتى يراها يموت بسكت قلبيه والعير الموجائيه الله الذي جعل لكم الأرض القرار والسماء بناءً وصوركم أحسن صوركم أحسن الخالقين أحسن صور كيف أنت على هذه الوجوه والمفاصل والبشرة وكل على هذا الجمال لا يتنقلون لك الجمال من فرض العظيم العلام لا إله إلا الله الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءً وصوركم أحسن صوركم ورزقكم من الطيبات من الطيبات سلحهم عليكم من القليل وربما حرمتمه ولتم كما عمل سيدنا إسرائيل عليه السلام سيدنا ياقوب وهو اجتهد حرم كذا وعلى ربنا نفسه عدو فلو عرفنا وصيرنا ياقوب عدو نفسه تقوله بركة الأولاد من العين كذا كذا بموت الطيبات لا حصل لها ورب يقولوا ثم أردنا ياقوب ثم أردنا ياقوب لكم فليقى المنزيدني عمقى لكثم الكفر أي خير الله ناسم وكفر وشرق الفقرين صعب جالكم الله وربكم وتبارك الله ورب العالمين كل باركة وكل عز وكل عطاء وكل ما لا توسع على خلقه هو الحي كالتوك اللاماتي ده كتبوشك مركزة اللاماتي المحسومة دي ولا الكلب نيت شامنه ربما عنده بغن الدين وعنده بعض دواباً يكونوا الكنيسة يأسائد بصورة الدين وغياب الاسلام الحقيقي قال لها لانه ربما نيت شقاله بنبينا عن الاسلام ما يليق ويدكر عليه ويشكر لكنه أموماً نظرته بمساء ما يقال عن الدين رؤيته كانت مصيباً أو عن ما لأنه ليس هناك سئلة بين الدين الذي افترض الله والدين الذي يقوم بالمقالب لكي من سهل استعمار بعض من بعض وظن بعض من بعض وقال بعض من بعض وصوركم بحسن صوركم ورزقكم من الطيبات باركم الله وربكم بالتبارك الله ورب العالمين هو الحي لا إله له من يوم القديم بالحساب قالوا الشيح قالوا انصار الشريعة يا ناسوا ادبالكم يا ناسوا ادبالكم يا ناسوا اكبر كل شيء من هو الله اتحبوا وبحثوا وقدروا العقيدة كيف ارصدها الله قبل كل شيء قبل ان تفكروا بالشريعة كما قال شد النبيعش اسلام للبيت يا رب يحمينه بنا نكون لهذا الدين رب ينصره ويحمينه والله هو الحي لا إله له فدعوه مقلسي حلقوننا بأنه غياب الإخلاص هو جعل الدعاء بالليل والنهار لا يستجب قال النبي كم المرء عليه السلام قال تدعونه فلا يستجب لكم لأنكم اثرتم العفو المهروف يا ناسوا اين أنتم بالدعوة إلى الله وارضاء الله بما هو خير تأموراً بالمعروف اين هو المعروف اليوم؟ اليوم انتم في ضد المعروف انتم في جهود حتى الماسر عمنا روحاً حاضر القرآن هو مباوش طوريستان بنا يتير منهم من حيات الباب الاحسان عبوس ما يرجعش عليك السلام لانه ما يركل نفسه انسان متوحر حول ذاته المريضة لانه شي كبير قد تضل في الاسلام ومدروكان الروح كما فيك لانه السمعة الاسلام تبقى بفوق فوق مما تتوقعون لانه متصل بالرحمن ايه ولطيف من يبحث حبيه ايه تصوروا وهو الذي بلاء سلطانه على الزمان والمكان السمكنا هي مخلوكة والي هذا الزيب اشتده تقول عرفنا الله كيف عرفتم الله وانتم تبعلون ما هو عكس ما اتى به هذا الدين الحنيف طواضع وتسامع وصدق وحب الخير وانه 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 فقرتم نساء فسدتم نساء ملاب قطعتم اوصار الاجيال لماذا لانكم لم تهتدوا به السبيل القوي والحي لا اله الا فدعوه مقلسين والدين الراهة بكم من ربي التي مستفتن لكم يوم الحساب وين هي كلها فضاعتم مو الفتيجيال والحي اشتدروا الناس واختمر اله التي على قطان البينا وهو الحي لا إله إلاه فدعوه مقلسين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إنه ويت أنا عبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلمي رب العالمين وإن شاء الله شوفوا أسلمي رب العالمين في بعض صور منع البقرة والحج وغفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته